حضورنا الكريم أسعد الله مساءكم بكل خير ما هي إلا أسابيع قليلة وتحل علينا الذكرى الثالثة لانطلاق انتفاضتنا المجيدة انتفاضة الرابع عشر من فبراير عام 2011 وفي هذه اللحظات الحاسمة من تاريخنا المجيد نستذكر مسيرة شعب البحرين الطويلة نستذكر الرعيل الأول من المناضلين الذين وهبوا عمرهم في سبيل قضية البحرين أمثال الزياني وبعده الباكر والشملان والإعليوات وكمال الدين نستذكر وجوه أحبة سقطوا وهم يحلمون بالحرية والديمقراطية نذكرهم خصوصا ونحن الآن هنا في هذه البقعة الصامدة من بلادنا الحبيبة في عاصمة الثورة في مصنع الشهداء في سترة الصمود والتضحية تاريخ مجيد حافل بالعطاء والصدق وفي نفس الوقت حافل بالتضحيات والآلام والدموع ورغم قساوة التحديات التي مر ويمر بها شعبنا رغم جميع لحظات القهر والقمع ما زلنا متمسكين بخيط الأمل لا لشيء بل لأننا ندرك أن الشعب في نهاية المطاف هو صاحب الكلمة والفصل وأنتم يا أبناء وبنات البحرين أكثر من قادرين على أن تطلقوا أحلامكم وآمالكم صموداً ودفاعاً عن شعبكم ومصالحه نحن قادرين على أن نحقق حلم الحرية والديمقراطية وتلك هي قضيتنا تلك هي قضية شعب أيها السيدات والسادة قال نابليون بونابارت ما يصنع من الشهيد شهيداً هو القضية للموت والقضية هنا شعب أعزل يطالب بكل سلمية وحضارية بالحرية والديمقراطية الحقيقية وقدم شعبنا من أجل هذه القضية قوافل من الشهداء على امتداد تاريخنا الوطني الزاخر نفتخر بهم فشهداؤنا هم عنوان عزتنا ونكرمهم دائماً بالاستمرار في النضال من أجل أحلامهم ومبادئهم وأن لا ننحني أو ننكسر مهما كان الأمر ضرورياً فقد لا تأتينا الفرصة لنرفع رأسنا مرة أخرى كما قال شيخ المناضلين الليبيين الشهيد عمر المختار يا سادتي تعلمنا من التاريخ أن شهداءنا هم دائماً عنوان الذاكرة ففي العام 64 تصور الكثيرون أن جيفارا اختلف مع رفيق دربه كاسترو وغادر كوبا إلى أرض أخرى حيث يجب أن يكون كما كان يردد نسيه الكثيرون حتى أكدت وكالات الأنباء أن ثائراً في أدغال بوليفيا قد استشهد إنه تشيكي فارا لم يعد ميتاً منذ ذلك التاريخ يحييه كل المناضلين من أجل الحرية من مختلف الأديان من مختلف الأيدولوجيات من مختلف أسقاع الأرض لم يعد مثار اعتزاز لرفاقه فقط بل بات رمزاً عالياً للحرية وهذا هو حال شهدائنا منذ رحيلهم فكل فرد يناضل من أجل الحرية والديمقراطية الحقيقية في البحرين أو في أي بقعة في العالم يحييهم ويعتبرهم عنواناً للذاكرة يا أبناء شعبنا المناضل لقد توهم الحكم مخطئاً أنه ببطشه واعتقالاته وتنكيله بأبناء الشعب سيرعب أبناءنا بينما حقيقة الأمر كانت عكس ذلك فلقد أرعب بصمود شعبنا كل من توهم بأنه قادر بالقمع على تدجين شعب البحرين وأنه سيعبر من خلال هذه الهجمة إلى ضفة الأمان ليقيم فوق أشلائنا الدولة التي يريده تفاجأوا بأن قمعهم جعل شعب البحرين يتخذ قراراً باستمرار الحراك حتى إقامة الدولة الديمقراطية الحقيقية تفاجأوا بأن قمعهم لم يرعب بل رأينا فيما ارتكبوه من جرائم وفضائع وقوداً لنار التمرض ضد بطشهم وظلمهم وديكتاتوريتهم لقد توهموا بأن إطالة آمد الأزمة سيثبت من عزيمتنا ويجعلنا نتنازل ونتناسى والحقيقة هي أننا مؤمنين بعدالة قضيتنا ومستعدين للتضحية ونملك من طول النفس الشيء الكثير لأننا نعمل بإيمان راسخ بحتمية انتصار شعب البحرين ونعاهدكم ونعاهد جميع أبناء شعبنا بأننا سنستمر في النضال معكم وبكم جنباً إلى جنب حتى تحقيق كامل المطالب المشروعة للشعب البحرين المجد كل المجد لشهداء شعبنا الأبرار الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة وشكراً